السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا متابعين الكرام متابعي جديد أحوال الطقس وجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس عبر قناتكم عبدو اشدي اتيوب على اليوتيوب فمرحبا بالجميع متابعين الكرام إليكم هذه النظرة الخاصة ليوم الخميس 11 من شهر أفريل حيث ستشهد العديد من المناطق الجزائرية أمطار ستكون غزيرة وعواصف رعدية قوية بحول الله تعالى على إثر قدوم اضطراب جوي سيميز المناطق الغربية السهلية أيضا الوسطى والمناطق الشرقية الداخلية والسهلية بحول الله تعالى إلى غاية شمال الصهراء ببتداء من صبيحة يوم الخميس بحول الله تعالى وكما نتابع معكم في الصورة الأمطار ستكون فجر يوم الخميس كما قلت على المناطق السهلية الغربية على غرار ولاية وحران غرب ولاية أو شرق ولاية معينة وشينتا ولاية سيدي بالعباس بالإضافة إلى جزاء العاصمة تيزي وزو وولاية بجاية بالإضافة إلى تيب بازا وولاية البليد بحول الله تعالى ستميز هذه المناطق قمطار رعدية قوية بحول الله تعالى في الفترة الصباحية أما باقي المناطق شمال المناطق الشمالية الشرقية بحول الله تعالى يعني المناطق الساحلية ستشهد أيضا أمطار تقريبا من وولاية سكيكدا إلى وولاية عنابة الطرف وشمال وولاية جالمة بحول الله تعالى خلال الساعات من الفترة الصباحية إلى غاية الظهر ستزداد الأمطار غزارة كما نتابع معكم في الصورة على المناطق الغربية وستلتحق بولاية وعران عندي وشنة أيضا مستغانم غريزان معسكر بالإضافة إلى وولاية تلمسان أيضا هنا نتابع وولاية تيارت هنا عن دفلة الشلف أيضا تيارت البويرة أيضا كما نتابع معكم في الصورة أيضا من مناطق الوسطى وولاية الجلف أيضا ستلتحق بها الأمطار خلال الظهر بحول الله تعالى شمال الأغواط بالإضافة إلى شمال وولاية بسكرة وشمال وولاية المسيلة إلى غاية المناطق الشرقية بحول الله تعالى شمال وولاية السطيف برج بورريج أيضا بجاية قسنطينا ميلا أم البواقي بحول الله تعالى تزداد هذه الأمطار غزارة خلال الفترة المسائية ليوم الخميس حالي عشر من شهر أفضل كما نتابع معكم في الصورة المناطق الوسطى والشرقية ستبقى تشهد أمطار وستكون من حين إلى آخر غزيرة بحول الله تعالى أيضا المناطق الغربية ستشهد أجواء صحوة بحول الله تعالى إلى قليلة الغيوم في الفترة المسائية إلى غاية الليل بحول الله تعالى أواخر ساعات نهار الخميس متابعين الكرام ستتمركز الأمطار على الشريط الساحلي الشرقي للجزائر من ولاية بيجاية إلى غاية الطرف بحول الله تعالى سنسجل أيضا بعض الغيوم العابرة على المناطق الصحراوية كما نتابع معكم في الصورة على شمال الصحراء أيضا المناطق الشرقية متابعين الكرام أيضا سنشهد بعض الثلوج على جبال الأوراس بحول الله تعالى أمسية وما بعد الظاهرة بحول الله تعالى إن شاء الله متابعين الكرام سنوفيكم بجديد أحوال الطقس والولايات المعنية بقوة بالعواصف الرعدية القوية بالإضافة إلى المناطق المعنية للأيام القليلة القادمة على إثر هذا المنخفض متابعين الكرام الذي سيدوم إلى غاية السبت الثالث عشر من شهر أبريل سنوفيكم متابعين بالجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر